موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار جديدة من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوي عشرات القتلى والجرحى في ضربات جوية روسية على إدلب السورية الأمم المتحدة تحذر من الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن وفي النشرة أيضا اكتشاف مادة عضوية هي الأكثر تعقيدا على سطح المريخ أهلا بكم قال المرسد السوري لحقوق الإنسان إن أربع وأربعين شخصا على الأقل سقطوا قتلى وأصيب ستون آخرون ليلة الخميس في ضربات جوية روسية استهدفت قرية بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتل والمعارضة وقال رامي عبد الرحمن مدير المرسد الذي يقع مقره في بريطانيا إن طائرات حربية يرجح أنها روسية استهدفت قرية زردانا في ريف إدلب الشمالي وأن هذه أعلى حصيلة من القتلى بهجوم واحد خلال هذا العام بينهم 11 امرأة و 6 أطفال هذا ويتوقع ارتفاع عدد القتلى باعتبار أن بعض المصابين في حالة خطيرة فيما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن أي ضحايا بين الأنقاذ حذرت الأمم المتحدة من سقوط نحو 250 ألف قاتيل إذا ما شنت قوات التحالف العربي بقوات أو بقيادة السعودية هجومها المرتقب على ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي وقالت مراسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي إن أي هجوم أو حصار عسكري للحديدة سيؤثر على مئات الألاف من المدنيين الأبرياء وحذرت الأمم المتحدة من أن قطع الواردات عبر الحديدة لأي فترة من الزمن سيضع سكان اليمن في خطر كبير لا يمكن تبريره أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيغادر اجتماع مجموعة السبع مبكرا متوجهة إلى سنجابورا للاستعداد للقمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية وقالت سارا ساندرس المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيغادر قمة الدول السبع الصناعية الكبرى صباح الغد متجها إلى سنجابورا وأن نائبة مساعد الرئيس لشؤون الاقتصادية الدولية سيحلو محل ترامب في جلسات مجموعة السبع أمل أن يكون الاجتماع القادم في سنجابورا بداية لمستقبل مشرق جديد لكوريا الشمالية وللعالم كله إن أخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية سوف يمثل حقبة جديدة من الرخاء والأمن لجميع الكوريين في الشمال والجنوب وكذلك للناس في جميع أنحاء العالم أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس طولتنبرغ إن الأمن السبراني وتهديدات الهجينة ومكافحة الإرهاب هي مجالات ذات أولوية للتعاون بين دول الناتو وأكد سطولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء الحلف في بروكسل إنه على الرغم من بعض الخلافات بين قادة الدول في سنوات الأخيرة إلا أن الحلف أصبح أقوى مما كان عليه هناك تناقضات في مجال تجارة أو البيئة والاتفاق على البرنامج النووي الإيراني ولكن ذلك لا يضعف قدرة حلف الناتو على الاتحاد والعمل معا على أهدافنا المشتركة والدفاع عن المصالح المشتركة وحماية بعضنا البعض إلى شرق البلاد حيث أصيب أربعة جنود أوكرانيين بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والتي شهدت سبع وثلاثين استفزازا من قبل المسلحين الموالي لروسيا قيادة الجيش الأوكراني أكدت أن عشر هجمات كانت باستخدام الأسلحة المحظورة بموجب اتفاق مينسك للسلام المسلحون الموالو لروسيا هجموا باستخدام قذائف الهاون والدبابات بلدتي كريمسكي ونوفوتوشكوفسكي الوضع الأكثر توطرا شهدته بلدات فاديان وليبيدينسكي التي تعرضت لهجوم بخمسة وثمانين قذيفة في تجاه لوهانسك وبالقرب من نوفوتوشكوفسكي استخدم العدو قذائف هون من العيارين مئة وعشرين واثنين وثمانين مليمترا وأطلق تسع وعشرين قذيفة وخلال الليل أيضا هجمت قوات الاحتلال الروسية باستخدام عربات القتال للمشا وقذفات القنابل والأسلحة الغفيفة مواقعنا بالقرب من كريمسكي طلبت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا الإفراج عن السجين السياسي الأوكراني فولوديمر بلوخ الناشط التطري المضربي عن الطعام منذ اثنان وثمانون يوما وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريانا بيتسا إن حياته باتت مهددة وكانت محامية السجين الأوكراني أعلنت في وقت سابق أن بلوخ يطالب بنقله إلى الأراضي الأوكرانية ووضعه في قائمة تبادل السجناء مع روسيا فيما لا تزال موسكو ترفض أي عملية تفاوث فولوديمر بلوخ مزارع من القرم حكم عليه بطريقة غير شرعية من قبل السلطات الروسية بتهمة حيازته ذخيرة واعتقلته قوات الأمن الروسية في ديسمبر 2016 وفي يناير من هذا العام حكمت محكمة يسيطر عليها الكريملين في القرم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على المواطن الأوكراني بلوخ احتجاجاً على ظروف اعتقاله بدأ إضراباً عن الطعام منذ التاسع عشر مارس الماضي نشطاء حقوق الإنسان يؤكدون أن بلوخ أصبح ضحية للقمع بسبب نشره علم أوكرانيا على منزله الخاص في شبي جزيرة القرم المحتلة طالبت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند روسيا الإفراجة عن استجين السياسي الأوكراني المعتقل بشكل غير قانوني أوليكسينسوف وأكدت فريلاند أن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء الحالة الصحية للمخرج الأوكراني الذي بدأ إضراباً عن الطعام لأكثر من عشرين يوماً أعلنت الإدارة الأمريكية للفضاء ناصا العثور على مواد عضوية معقدة على سطح المريخ معتبرة ذلك اختراقاً فارقاً في مساعي البحث عن حياة في الكوكب الأحمر وأشرت إلى أن المواد العضوية اكتشفها روبوت تابع لها فوق صخور على سطح المريخ يعود عمرها إلى 3.5 مليار عام ورغم أن الكشف الجديد ليس دليلاً قاطعاً على وجود حياة على كوكب المريخ في الماضي السحيق فإن المركبات العضوية تعد الأكثر تعقيداً على الإطلاق والتي تم اكتشافها فوق المريخ منذ ستة عوام هذه الجزيئات وجدناها في الصخور في مكان حيث كانت هناك بحيرة ربما يثبتون حقيقة الحياة على المريخ لكن لا يمكننا تأكيد هذا بما أن هناك طرق أخرى لتشكيل مثل هذه الجزيئات وبعضها ليس بيولوجي قام مجموعة من طلاب المدارس بمنطقة سوميا الأوكرانية بالجمع بين الموضة والحداثة والتاريخ من خلال ألبسة جمعت في ثنياها الحداثة والأصار والتي تمثلت في تطريز الفيشيفانكا التي يزيد عمرها عن أربعمائة عام وترمز كما يقولون إلى الثروة والسعادة والذكاء المصممون الشباب أرادوا إعطاء حياة ثانية للباس الفيشيفانكا بالمنطقة حيث عرضت هذه الملابس في مدينة سومي وفي العاصمة كيف لباسي مصمم في شكل لباس رياضي فبالإمكان اللعب في الملعب أو ممارسة مختلف الألعاب الرياضية أو حتى التنزه هذا النسيج أصبح شائعا في مدينتنا عندما قمنا بهذا التصميم لأنه أنيق وذي روح شبابية ختام نشرة اليوم المزيد من الأخبار العالمية الأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر شكرا على حسن المتابعة وأدومتم في رعاية الله اشتركوا في القناة